اشتركوا في القناة الاجواء السياسية التي تسمح بتمريرها مضمونها برامج تنموية وشراح مستفيدة واستثمار الفائض المالي بغية تمكين الجهات التنفيذية من اداء مهامها المعطلة كل التعويل ان تكون هذه الموازنة بمستوى الطموح وتستطيع التوفيق بين اولويات الحكومة وبرنامجها الوزاري وبما يعالج الضرر المترتب للقطاعات المختلفة فالحكومة تكتب والبرلمان يستعد للمداولة اما في ملفنا الثاني لحصاد ليلة مشاهدين ومع استرداد الحكومة العراقية الدفعة الثانية من اموال الامانات الضريبية المسروقة وتأكيدها ان عمليات مكافحة جااحة الفساد مستمرة فان هذه المعطيات تمثل اسباب ترمم علاقة مؤسسات الدولة واجراءاتها بمكافحة هذه الافة الخطيرة مع ثقة الشارع بهذه الانتقالات النوعية فهي خطوات واقعية وميدانية تبتعد عن البحث عن الاصداء الاعلامية ورغم انما مضى من عمر هذه الحكومة قصير جدا لكنها توغلت كثيرا ورسمت معالم جرائم الفساد المستمرة منذ عقود وتعمل على تفكيكها وحل تشابكها تباعا وحسب الاهمية اذا مشاهدين هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة ونرجو ان تبقوا معنا اذا مشاهدين يرجح نواب في اللجنة المالية البرلمانية قرب ارسال الموازنة العامة للبلاد الى مجلس النواب خلال الايام القليلة المقبلة لمناقشتها والتصويت عليها مع تأكيدات بان اتفاق قد جرى بقطع المجلس لعطلته التشريعية في حال وصول هذه الموازنة المزيد مع الزميل علي حبيب مسودة موازنة 2023 اول قوانين الحكومة الحالية الى البرلمان هكذا تشير معطيات اعتزام السلطة التنفيذية والدعم النيابية لحكومة الخدمة الوطنية ومساعيها في تقديم الخدمات والنهوض بالواقع الاقتصادي خاصة وان مجلس النواب اعلن استعداده لقطع عطلته التشريعية واستئناف عمله في حال وصول مشروعها الى البرلمان وقدم دعوته للوزارات بارسال خططها ومشاريعها المهمة للجهات المعنية وضمن التوقيتات الزمنية وبرغم استحواذ الموازنة التشغيلية على ثلثي القيمة الكلية للموازنة الاتحادية الا ان التعويل على ادارة وتوزيع الحكومة للنفقات الاستثمارية في كافة القطاعات وترجمة توجهات رئيس الوزراء بانشاء الصناديق السيادية فالشق الاستثماري لا بد ان يتلاءم مع المنهاج الخدمي الذي تضعه الحكومة في صدارة اولوياتها وعلى الرغم من الوفرة المالية في مشروع موازنة العام المقبل الا ان خطوات الحكومة في مكافحة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة ستقدم دعما اضافيا لحجم الموازنة البالغ 140 مليار دولار اذ انها وبحسب المالية النيابية ستبنى على سعر برميل نفط لا يتجاوز سقف الخمسة والسبعين دولارا مع بد انخفاض اسعار النفط عالميا علي حبيب الايام القضائية اشتركوا في القناة اهلا بكم مرة اخرى مشاهدينا وللحديث اكثر عن تفاصيل هذا الملاك نرحب سوية بضيوفنا الكرام عضو تحالف الفتح السيد سلام الجزاري اهلا بكم سيد سلام وكذلك الترحيب الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصور اهلا بكم دكتور ماجد بالنسبة للموازنة وبما معلن من تفاصيلها ونقاطها وحيثياتها هل هي بمستوى الطموح التتمكن هذه الموازنة الموازنة من جهة اولويات الحكومة والبلاد ومن جهة كذلك اولويات البرنامج الوزاري السؤال موجهي نعم لكم دكتور عزيزي المشكلة الاساسية اولا نرحب بالضيف الكريم سلام الجزاري أهلا بكم وبك وبالفضائية وبمشاهدي قناة الايام هياك الله المسألة اللي مطروحة الان انه احنا نتكلم عن موازنة نعم موازنة محددة لمدة سنة اي موازنة في العالم لا تستطيع ان تحل كل المشاكل المتراكمة هذه اولا ولذلك لا يجوز الطلب من هذه الموازنة ان تحل كل المشاكل هذه من ناحية التراكمات السيئة لاستخدام اموال العراق من عام 2003 اللي حد الان نعم ادت الى نتائج اقدر اقولها كارثية بالنسبة لاقتصاد العراقي هناك تأثيرات كبيرة جدا في التوسع في النفقات التشغيلية النفقات التشغيلية توسعت من حوالي الرواتب فس خلي اقول لك من حوالي تريليون تسعمية وثمانين هذه المخصصات نعم الى هاي في عام 2004 الى اكثر من 53 تريليون دينار في عام 2021 او 2022 هي ضمن الموازنة اللي قدمت للبرلمان وبعد ذلك سحيبت ولذلك نشوف عدد الموظفين عدد الموظفين كان بحدوث من مئة وخمسين الف الان اصبح بموازنة 2022 3 ملايين واربع مية او حوالي 382 العدد الموظفين ارتفع بنسبة قريبة اربعة بالمية لكن الرواتب ارتفعت اكثر من 30 ضعف نعم يعني ارتفعت الموظفين اربع اضعاف الرواتب ارتفعت اكثر من 30 ضعف تقريبا 33 ضعف هنا التوسع في النفقات التشغيلية هذا الزام للموازنة وخصوصا هسه الآن موجود التزامات واصلز القوانين للتوسع في النفقات التشغيلية هذا سيضر بالتوجه التنموي للموازنة وسيخفف من الامكانيات المالية التي ستخصص لعملية التنمية الاقتصادية طيب ماذا عن استثمار الفائض المالي الموجود بحسب الوفرة المالية المتوفرة في هذا العام عزيزي الوفرة المالية خلينا لحد الآن لا توجد شفافية او لا توجد احصائية عن الموضوع بس خلي الآن اقول لك بعض الارقام اللي ممكن ان نتوصل الها انه اجمالي الارادات النفطية خلال عام 2022 سيصل بحدود 114 الى 115 مليار دولار اي بحدود 163 الى 164 تريليون دينار اذا ما تم كل نفقات 2022 اللي هي 129 تريليون فالباقي بحدود 35 36 تريليون دينار هذه الفائض اذا عدا الفواض الاخرى عدا انه الموارد الاخرى بحدود 12 تريليون صارت لغاية الشهر العاشر 12 تريليون موارد اخرى اقول راح تصير 13 تريليون الى نهاية السنة ف35 و13 والنفقات التي لم تصرف نفقات الاستثمارية بحدود 20 تريليون خلي نقوله 15 تريليون فراح تصير بحدود يعني 80 تريليون هي اللي ممكن ان تكون وفرة طيب في هذا الحال دفتور اذا تسمح لي اقاطعك يعني يعني الاقتصاد العراقي والموازنة معتمدة على النفط لكن اسعار النفط الخام حاليا هي منذ البداية غير مستقرة كيف يمكن ان تعتبد اعتبدالية سعر يعني تقريبي ومثالي الى اي حد خلي اقولك فاتشي الان احنا ليجب ان نأخذ الحذر في تحديد سعر الصرف لانه اذا رفعنا سعر اعف سعر النفط اذا رفعنا سعر النفط الى 75 والان هو 74 هذا البرنت نحنا نبيع حدوث 72 على هل اساس هذا فمعناه احنا نسوي فائد بالموازنة غير مبرر ولذلك انا في تصوري انه 55 60 دولار للبرميل بالنسبة للموازنة هذا مسألة مهمة جدا والفائد اذا ما كان هناك فائد يجب ان يضاف الى موضوع التنمية واللي قال السيد السوداني انه المفروض انه هذا نسوي صندوق تنمية هذه المبالغ الفائد تضاف الى صندوق التنمية مع ايقاف التوسع في النفقات التشغيلية المسألة الاساسية هنا في موضوع النفقات هي عدم التوسع في النفقات التشغيلية والا في حالة اي تذبذب في اسعار النفط الى الانحدار معناه ستقع المسألة مسألة ورطة كبيرة جدا ونعود الى نفس المشاكل اللي حدثت في 2020 و2021 عندما استدانا العراق فقط من القروض الداخلية بحدث 76 تريجون ديلار واضح رحب بك مرة اخرى سيد سلام اهلا بك مرة ثانية ونود أن نسأل يعني جانب السياسي يكون حاضر في كل موازنة عند مناقشتها وتحديد ابواب صرفها وكذلك التصويت في البرلمان جانب سياسي مهم وفعال في هذا هذه الموازنات لكن الاجواء السياسية الحالية التي تمر بها البلاد سيد سلام هل تساعد على اقرار هذه الموازنة وتصويت عليها وتمريرها بيسر وسهولة بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولضيفك الكريم ولجميع المشاهدين الكرام حيات واقعا الموازنة في هذا العام الفين واثنين وعشرين تكاد أن تكون مختلفة تماما عن سابقاتها لأن الحاجة الضرورية والملحة من جميع الكتل السياسية المواطن الشعب العراقي الكل يرى أنه من الضروري جدا أن يتم التصويت على الموازنة وبالسرعة الممكنة وذلك لدعم الاقتصاد العراقي والرفع يعني من مستوى الاقتصادي للشعب العراقي لأن المرحلة صعبة جدا خصوصا وهناك ارتفاع في سعر صرف الدولار وهناك ركوت قد يكون اقتصادي كبير لذلك أعتقد أن الاقتصاد العفو أعتقد أن الاستقرار السياسي الموجود حاليا يحتم على الجميع التوافق في تمشية والتصويت على الموازنة لهذا العام القادم وخصوصا وهناك كان من المفترض أن تقدم الموازنة قبل يوم التاسع من الشهر الجاري ولكن هناك بعض الأمور الفنية حالت دون ذلك وقد تعهد السيد رئيس مجلس النواب أنه في حال وصول الموازنة إلى البرلمان سوف يدعو إلى جلسة استثنائية لأن القانون أو الدستور العراقي يمنع عقد جلسة خلال الإجازة أو خلال هذه العقبة التشريعية وبالتالي ملزم على الأخوة في مجلس النواب أن يعقدوا جلسة استثنائية لمناقشة مفرداء أو فقرات الموازنة وإقرارها بالسرعة الممكنة وهذا ممكن جدا خصوصا هناك دعم كبير من الإطار التنسيقي الكتلة الأكبر في البرلمان على المضي في يعني التصويت على الموازنة وإقرارها بشكل سريع وإن كان هناك يعني المفهوم العام أن الموازنة هي موازنة سياسية ونلاحظ أن في كل سنة عند إقرار الموازنة حصول تجاذبات حصول ارتفاع في سقف المطالب من عدد من نواب المحافظات الكل يدعو إلى أخذ أكبر عدد من المبالغ من هذه الموازنة وبالتالي الجميع أعطى السيد أعطى للسيد رئيس مجلس الوزراء الحرية في هذه الموازنة التي هي بالأساس طبعا موازنة دعم لمشاريع استراتيجية الكبيرة وكذلك هي البرنامج الحكومي هو برنامج خدمي أضيف إلى نقطة مهمة اليوم يعني التصويت عن الموازنة كي يكون بأريحها كبرى لأن هناك صار تعزيز ودعم خصوصا بعد زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء إلى دولة المملكة العربية السعودية وحصل هناك اتفاق كبير مع الدول خصوصا مع الصين مع قطر مع السعودية نفسها الأمارات الكل يريدون الاستثمار وهذا الاستثمار بأموال كبيرة مثلا قطر طلبت أن تستثمر بمبلغ عشر مليار دولار في العراق وهذا مبلغ جيد جدا سوف يوفر يعني فوارق للموازنة من أجل القيام بمشاريع استثمارية كبرى وستراتيجية تقوم ببناء البنى التحتية كذلك الصين الشراكة مع الصين الأمارات تريد تركيا فرنسا داخلها بقوة وهذا كله سوف يساهم في دعم الموازنة هذا الاستثمار الكبير سوف يعطي أريحية كبرى للقوة السياسية للسيد رئيس المجلس الوزراء في أن يعني تسهل عليه إقرار الموازنة والتنوع في الخدمات لكن ذكرت مثلا هذا التفاهم الموجود حاليا كبير ما بين القوة السياسية خصوصا ما بين قوة حالف إدارة الدولة هل سيستمر مع مناقشة الموازنة في البرلمان عند دخول الموازنة للبرلمان هل سيستمر هذا التفاهم هل ستتمكن الإطار الشيعي من تمرير هذه الموازنة بالتوافق مع بقية الأطراف السياسية أحسن يعني واقعا الكل متفق ائتلاف إدارة الدولة متفق أنه الكل يتنازل الكل اليوم أعطى الضوء الأخضر للسيد رئيس مجلس الوزراء أن يمضي وهو الذي يتحمل المسؤولية الكبرى اليوم الإطار سواء كان الأخوة الكرد السيد الحلبوسي أعطى الضوء الأخضر للسيد رئيس الوزراء أن يمضي بالعجلة في التقدم لأن الشعب العراقي ينتظر الكثير لأن ائتلاف الدولة لا يخص جهة معينة أو حزب أو مكون الكل اليوم هم مسؤولين عن ملف إدارة الدولة والكل مشتركون فالكل يتحملون الإخفاق ويتحملون النجاح وهو المطلوب فاليوم اتفغت جميع يجب أن يكون هناك نجاح خصوصا فيما يخص الخدمات الخدمات تحتاج إلى أموال فلا ننظر إلى يعني صغار الأمور يجب أن يكون هناك رأي لأعضاء مجلس النواب الكل أعطى الضو الأخضر في المكونات في الأحزاب إلى الأخوة في مجلس النواب يعطون الضو الأخضر للتعبير عن آراءهم بشفافية وجدية من أجل النهوض لا أحد يكون هناك تفكير ضيق حزبي أو مكوناتي بل يجب أن يكون مصلحة الشعب الأولى مصلحة الشعب هي الأهم لكي نمضي في أن تكون هناك نجاحات مستقبلية كبيرة خصوصا فيما يعني يخص الموازنة لأن الشعب العراقي معيشته أموره الأقتصادية متوفق على اليوم السوق السوق الركودة الحاصل سعر صرف الدولار حينما تكون هناك وفرة مالية بالتأكيد سيكون هناك انخفاض فيه سعر صرف الدولار هناك سوف يكون دعم للبضائع دعم للمنتجات التي تهم وتمس حاجة المواطنة وبالتالي الكل وهذه معلومة وليس تحليل سياسي الكل متفق على تمرير الموازنة خلال الشهر الواحد إن شاء الله وإن لم تتم عقد جلسة استثنائية أعتقد أن العطلة التشريعية ممدتها شهر انقضى منها أسبوع وتبقى ثلاثة سابع وبالتالي هذا الوقت مهم جدا لجميع الكتل السياسية لجميع الأخوة في مجلس النواب أن يناقشوا ويدعموا هذا التوجه وهناك توجه كبير من الإطار التنسيقي إلى السيد محمد شاع السوداني في تمرير هذه الموازنة بسرعة الممكنة لأننا محتاجين جدا لهذه الموازنة أعود لك دكتور ماجد مرة أخرى نعود إلى موضوعة سعر النفط وعضو اللجنة المالية النيابية سيد معين الكاظم يقول أن سعر برميل النفط المحتسف في قانون الموازنة سيكون ما بين ستين إلى خمسة وستين دولار للبرميل الواحد هذا السعر ترى أنه فيه مخاطرة ربما باعتبار سعر ربما نسبيا يعتبر مرتفع عزيزي الأوضاع العالمية نعم مرتبكة جدا ليس بسبب فقط الحرب الأوكرانية الروسية الأوكرانية نعم وأنما هناك أسباب كثيرة جدا اقتصادية ساعدت هذه الحرب على يعني زيادة التدهور الاقتصادي في العالم وقد يصل إلى ركود وهذا الركود قد يؤدي إلى انخفاض الطلب إلى درجة كبيرة جدا على النفط معناه أنه الأسعار ستهبط والانتاج سينخفض إذن تحديد السعر بستين إلى خمسة وستين يعني أنا في تصور الآن شوف التوجهات العالمية أمريكا وأوروبا الغربية تفقوا على أن يكون سعر النفط الروسي ستين هناك مقاومة كبيرة جدا لهذا الموضوع ولكن التوجه العام خلال فترة السبوع انخفض من 83 إلى 76 واليوم وصل إلى 74 إحنا يعني فرقنا بينه وبين البرينت بحدود دولارين أو تلاف ولذلك الآن هو سعره بالنسبة لعراق 71 فكيف نقول 75 يعني اليوم اللي سمعت الخبر الأخير أنه رح يصير من وزير التخطيط اليوم أو أمس قال أنه بحدود 75 دولار رح يكون لكن يعتمد على التحركات أسعار السوق هذا التحركات أسعار سوق متذبدبة يوميا متذبدبة ولذلك يجب أن نرسو على بر أنه نحن نحاول أن المستقبل نفكر به ونفكر به أسوأ الأحوال أعتقد أسوأ الأحوال ممكن أن يصل إلى 50 دولار خلال السنة القادمة طيب لكن الكل ينتظر هذه الموازنة لمعالجة الكثير من الملفات أنت ذكرت فيها البداية بأن هذه المشاكل هي بحاجة إلى وقت طويل مو فقط موازنة سنوية تحوى هذه المشاكل لكن ممكن أن تحقق هذه الموازنة التنمية المرجوة منها وفق بعض الملفات بعض الجوانب على الأقل وضع الخطوة الخطوة الأولى في طريق معالجة الأزمات والتنمية تعبير جيد جدا استعملت أنه التنمية الممكنة يعني المرجوة منها نعم لكن ليش التنمية مطلقة هناك مشاكل كثيرة جدا يعاني منها الشعب العراقي أو العراق بشكل عام أدنى جفاف أدنى بطالة أدنى فقر أدنى أمية أدنى نقص خدمات أدنى نقص كهرباء هذه من المستحيل معالجتها خلال موازنة وحدة ومن المستحيل معالجتها خلال عدة موازنات ولذلك لذلك المفروض أنه تكون هناك خطة محددة استراتيجية محددة لعملية التنمية ومرة أخرى أقول بدون الضغط على النفقات التشغيلية مع احتمال انخفاض أسعار النفوط وحتى زيادته من الضروري جداً الحد من النفقات التشغيلية وتخفيصها إلى أقصى ما يمكن من التخفيص السيد السوداني سيد رئيس مجلس الوزراء في أحد أو دائماً كان يقول قبل ما يصير رئيس وبعد ما صار رئيس أنه مجرد تخفيض رواتب الدرجات العليا سيوفر بحدود طبعاً الرواتب موليسمي المخصصات بشكل أساسي سيوفر بحدود 500 مليار دينار شهرياً أي بحدود 6 تريليون دينار سنوياً هذه 6 تريليون ممكن أن نستخدمها لمساعدة الفقراء ومساعدة الطبقات الهشة من المجتمع العراقي اللي هي نتيجة لانخفاض سعر الدينار المسألة المطلقة كيفية استخدام هذه الأموال في عملية التنمية أنا في تصوري أنه يجب أن يكون هناك جزء كبير من الموازنة والفائض من الموازنة أن يخصص كما ذكرت سابقاً أنه سيد السوداني قال أنه نحن رح نأدي إلى صندوق تنمية قسم يقولون سيادي قسم يقولون تنمية قسم يقولون بس هو قال بشكل صريح أنه صندوق التنمية كيف سيتم استخدام هذا الصندوق في هذه السنة السنة القادمة وفي المستقبل وكيف سيتم تمويله من أي مجال يمكن تمويله هناك مجالات كثيرة ممكن تمويله ولكن أنا في تصوري أنه استرجاع الأموال المنهوبة يجب أن تكون جزء من تمويل هذا الصندوق حتى نستطيع أن نستمر بالتنمية هناك أموال كثيرة منهوبة لم يحدد لحد الآن لا توجد دراسة فعلية عن هذه الأموال المنهوبة ولكن بدأنا أنه نسترجع بعض هذه الأموال نقش هذا الموضوع بملفنا الثانية دكتور لكن دعني أعود لك سيد سلام أهلا الأموال المنهوبة الإطار الشيعي وضع يعني السقوف مرتفعة جدا من الأولويات الاقتصادية خصوصا لكن الحكومة أعلنت تفاصيلها وفق البرنامج وفق الأولويات بدقة مؤخرا وهي مرتفعة جدا يعني قضاء مكافحة الفساد تحسين معيشي القضاء على الفقر والحد منها على الأقل الزراعة الصناعة والتجارة وغيرها من المواضيع الكثيرة هذه الموازنة ممكن أن تحققها وفق ترجمة الحكومة حكومة السوداني لما جاء بأولويات الإطار لمعالجة كل هذه الملفات أحسن بالتأكيد البرنامج الحكومي الذي جاء به السيد رئيس مجلس الوزراء وصوت عليه مجلس النواب يحتم أن تكون هناك ملفات لها أولويات هناك ملفات كبيرة جدا ومع شديد الأسف الحكومة السابقة تركت يعني الوضع الاختصادي الوضع الاجتماعي الوضع حتى السياسي هزيل ويحتاج إلى موازنة كبرى يحتاج إلى إجراءات كبرى لكي يتم استعادة الوضع الطبيعي والتماشي مع ملف مهم وهو بناء الدولة اليوم كل ما يهم الكتل السياسية هو العمل على ملف مهم وكبير جدا وهو ملف بناء الدولة البناء التحتية للدولة العراقية هشة وهناك يعني بناء التحتية يجب أن تقوم بها الحكومة بأسرع وقت ممكن وهذا طبعا لم يأتي عن فراغ هناك عمل استراتيجي هناك دراسات قدمت هناك مستشارين يعني لديهم خطط واضحة وخطط وبرامج موضوعة لكي تقوم هذه الدولة أو تقوم بها حكومة العراقية حكومة السيد السوداني كي يرى الشعب النور يرى الشعب حقيقة ما يدعو له الإطار وما يدعو له السيد السوداني وبالتالي الكل متفق وملتزم بمبادئ كبيرة جدا خصوصا في ملف إدارة الدولة اليوم لأول مرة يحدث في الوضع السياسي أن يتفق جميع الكتل السياسية المشتركة بالحكومة على برنامج واحد والجلوس على طاولة حوار منفتحة لا يوجد هناك يعني انسدا سياسي لا يوجد هناك عرقلات الكل يريد اليوم ملف إدارة الدولة أو ما يسمى ائتلاف إدارة الدولة يوجد أغلب الكتل السياسية ولا يغيب أي حزب أو أي كتلة عن هذا الإئتلاف وبالتالي كل القرارات التي تخرج الآن ويتم تطبيقها تكون هي يعني مندرجة ضمن أعمال ائتلاف إدارة الدولة حتى يوجد هناك القضاء مجلس القضاء مشترك ويتابع ولديه عمل جدي والكل اليوم يريد أن يبني ويتقدم نحو الأفضل لأننا هذه العملية هي مرحلة بناء دولة مرحلة الاستعداد لمرحلة جديدة يجب أن يرى الشعب العراقي ويتخلص من الولايات السابقة واليوم الكل متفق وهذه الإيجابية المهمة التي يجب أن يسمعها الشعب العراق ويأيها اليوم كل الكتل السياسية تريد النجاح لذلك الآن ستراتيجية الحكومة السيد السزداني عندما يطالب بملف خاص يقول يجب أن يكون هناك صبرا ستراتيجيا يا كتل سياسية لا تضغوا علي في أي ملف سواء في ملف الفساد خصوصا ملف الفساد وهذا ملف نفاني من الحصاد سيد سلام دكتور ماجد دعونا ننتقل سوية مع مشاهدين إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين ومن جديد نرحب بضيوفنا الكرام عضو تحالف الفتح سيد السلام الجزار أهلا بكم سيد السلام مرة أخرى وترحب أيضا بالخبير الاقتصادية الدكتور ماجد السوري أهلا بك الدكتور ماجد مرة أخرى وأبدأ معك الملف الثاني كنت تتحدث عن قضية الأموال المنهوبة والمهربة تحديدا تتفق مع رأي للرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي بأن أولى خطوات مكافحة الفساد عادت الأموال المنهوبة وخصوصا المهربة منها هل هذه أهم وأولى الخطوات يجب أن تكون في حرب الفساد أو حرب مكافحة الفساد عزيزي الموضوع في العراق يختلف عن كل دول العالم المشكلة الأساسية في العراق هي لا يوجد رقابة على المال العام لا توجد متابعة للمال العام لا توجد ميزانيات ختامية للمال العام لا توجد متابعة للسلف التي تم أخذها من فترة طويلة ولحد الآن لم يتم حلها نعم يوجد قوانين اتخذت مسبقا وهذه مسألة الأساسية مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للموازنة الجديدة أنه اتخذت قرارات سياسية انتخابية في أوقات سابقة على الحكومة الحالية وصدت كقانون أو قرار هذه على الحكومة الحالية تطبيق هذا الموضوع هذا أبق كبير جدا على الموازنة لكن المسألة نرجع إلى مسألة النهب والأموال منهوبة إرجاع الأموال منهوبة هي نتيجة لاكتشاف عمليات النهب أنا إذا ما اكتشف عمليات النهب شلون أسترجع الأموال منهوبة إذا ما أبتدي أطبق القوانين الأساسية في هذا المجال شلون أقدر أعرف أنه هذه نهبة طيب لكن أقول كثير من الجرائم الفساد اللي صارت والاختلاس وكسب غير المشروع وهربت هذه الأموال وكشفت الجرائم لكن لم تتم عادة هذه الأموال المسألة أنا أذكر الدكتور رحمة تشرب يا الله يرحمه قال أنه الأموال ممكن استرجعها قسم من عدها خلال ثلت شهر وقسم من عدها خلال سنة أو سنتين وقسم قد تطول إلى أكثر من هذا في أفريقيا أحد الدول الأفريقية انتظرت 18 سنة حتى تسترجع أموالها المنهوبة ماليزيا أيضا انتظرت فترة طويلة حتى تسترجع أموالها المنهوبة فلذلك موضوع استرجع الأموال المنهوبة ليست عملية سهلة وخصوصا المهربة منها إلى الخارج ليست عملية سهلة لأنه هناك سرية مصرفية هناك أدت تحويلات لهذه الأموال يجب تتبعها حركة رئيس المال يجب تتبعها الإعصائيات فيما يتعلق بالأموال المنهوبة لحد الآن غير معروفة بدقة قسب السيد الرئيسي الجمهورية السابق يقول أنهم بحدود 150 مليار دولار نعم الآخرين يقولون بحدود 500 مليار دولار تقارير دولية غير دقيقة أيضا يقول بحدود 400 مليار دولار إذن قبل كل شيء يجب أن نحدد حجم الأموال المنهوبة حتى نبدأ نسترجع وطريقة نسترجع في سنة الماضية شهر التاسع أعتقد عقد موضوع التعاون في موضوع مؤتمرنا في العراق لموضوع استعادة الأموال المنهوبة وتم الاتفاق على توقيع اتفاقيات لحد الآن لم يتم الافصاح أنه وقعت أم لم توقع من أجل استعادة الأموال التعاون في استعادة الأموال المنهوبة ولذلك المسألة الأساسية أدنى هي ليست فقط استعادة الأموال المنهوبة لأنه لا نعرف حجمها طبعا بالتأكيد من الضروري جدا أن نستعيد الأموال المنهوبة وهناك طرق كثيرة جدا لإستعادته لكن المشكلة الأساسية هي في محاربة الفساد ومنع نهب الأموال العامة طيب وهذا لا يكون إلا بحكومة إليكترونية الموازنة اللي موجودها طبعا عوام المساعدة وبتطبيق القوانين وبوضع الرجل المناسب في المكان المناسب رحب بك مرة أخرى سيد سلام مكافحة الفساد أستاذ سلام تعتمد على الجهد التشريعي القانوني للجهد التنفيذي من الحكومة والمؤسسات المختصة لون من السياسي أحسن طبعا ملف مكافحة الفساد هو من أهم وأخطر الملفات التي يجب أن يكون هناك جدية في التعامل معها خصوصا وأن الشعب العراقي قد فقد الثقة بكل الحكومات السابقة في هذا المجال وكان هناك ملفات مع شديد الأسف يعني تغلق باتفاقات سياسية إنه سبب ما حدث من ما يسمى بسرقة القر أنه بعد أن تم التصويت على قانون الأمن الغذائي هناك وجدت ثغرة إدارية قانونية وهو عدم وجود رقابة هذه الأموال الكبيرة التي قرت لهذا القانون غير خاضعة لقانون الرقابة المالية وهو السبب الأكبر الذي أتاح لحيتان الفساد بالتصرف وسرقة هذه الأموال وبالتالي هناك إجراءات يجب عن الحكومة وهي الآن ماضية في إجراء مرة إجراء قانوني الآن هذه استرداد الأموال هذه سرقة القرن أنا أعتقد أن العمل إيجابي جدا هناك تكاتف جميع القوى السياسية وهناك شجاعة يجب أن تذكر هناك شجاعة من مجلس القضاء الأعلى لأنه الآن يتعامل مع ملف خطير ملف خلفه حيتان كبيرة وخلفه جهات سياسية متورطة هو الآن لهذا السببب ووجود هذه الجهات السياسية المتورطة بالفساد ومغلة فيه يعني أكو اعتماد على الحكومة الحالية بشكل كبير لمكافحة الفساد والحكومة برئاسة السوداني أبدأ تستعدادها الكامل لخوض هذه الحرب لكن مكافحة الفساد بحاجة إلى دعم سياسي للحكومة 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 الاطار التنسيقي لديه هذا الدعم أو عنده هذا الاستعداد لدعم حكومة السوداني من أجل خوض غمار هذه الحرب أحسنت اليوم يعني رئيس الوزراء لا يستطيح بوعده أن يواجه حيتان ويواجه لأن العملية السياسية مبنية على التوافقات السياسية مبنية على دعم اليوم الحكومة إذا ما تجد دعم من القوة السياسية سوف بالتالي تكون هشة وغير قادرة لذلك اليوم الدعم الأول والأكبر من جانب الإطار التنسيقي للسيد رئيس الوزراء وقد خول تخويل رسمي في العمل بإجراءات صارمة وذلك طبعا مع الاتفاق مع القوة السياسية الأخرى وبالتالي نلاحظ خير ثمرة ما نجده لأيوم من إجراءات في استرداد الأموال المنهومة والسرعة الكبيرة التي قام بها السيد السودان بالاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى ولأول مرة يكون هناك إجراء حقيقي في استرداد الأموال ومحاسبة المتورطين ولا زال العمل يعني مستمر وهناك أوامر القاقبض ومن أسفر بعدد كبير من المتورطين بهذه أسفر ولكن هناك يعني أنت ذكرتها نقطة مهمة الاتفاق السياسي على الكف عن الفساد ومحاربته بأي شكل من الأشكال والآن نجد هذا طبق في حكومة السيد السوداني مثلاً في محافظة بابل وأنا أطالب يعني من جميع الإعلام التركيز على هذه الفقرة في إيقاف الفساد وهذه الخطوة الإيجابية التي قام بها محافظ بابل والجهة التي تدعم محافظ بابل حيث بعد استلام أموال الأمن الغذائي اجتمعت اجتمع محافظ بابل والكتلة التي تدعمه بجميع المقاولين والشركات المقاولة في تلك المحافظة وتم إبلاغهم أنه يا أخوان أنتوا راح تدخلون في مشاريع استراتيجية في بناء المحافظات في بناء المحافظة كل المبالغ التي تذكر في العقد تستلمونها كاملة ولا توجد أي نسبة نحن سابقا المحافظين من يستلمون ملف ويستلمون أموال هناك نسبة كانت للمحافظ والجهة التي يعني داعمة له تأخذ هذه النسبة من المقاول اليوم في محافظة بابل تم إيقاظ هذه النسبة وتم تبليغ جميع المقاولين يعني أنه أي أحد يتعرض إلى الابتزاز أو يقول هناك نسبة وهذا يجب أن يبلغ ونحن سوف نقدمه إلى القضاء ونحاسبه ونقيله لذلك اليوم أعطي الضوء الأخضر للسيد رئيس الوزراء أنه أي محافظ أموال صرفت الآن من أموال لأمن الغذائي للمحافظين وتم تبليغهم أنه أي محافظ يكون هناك عليه ملف أو شبهة فساد سوف يتم إقالته من قبل سيد 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 أرجع لك لقضية محاسبة لعدة شبهات أو المتورط أو تقييم لكل مفاصل الدولة بمدراءها ووزراءها لكن أعود لك دكتور ماجد قبل قليل ذكرت قضية ضرورة استعمال نظام إلكتروني ورقمنة المعلومات الحكومة أيضا أعلنت أنها لديها مساعي لإعتماد نظام ضريبي إلكتروني ممكن لهكذا نظام والرقمنة والنظم الإلكتروني أن تساهم بتطويق الفساد في الضريبة وغيرها بالتأكيد بالتأكيد شوف خلي بس في موازنة 2021 نعم تم تخصيص فترة لموضوع الحكومة الإلكترونية فيما تعلق بالموازنة فقط نعم ولكن لحد المنفذ في عام 2004 2005 تم نصب الأجهزة للحكومة الإلكترونية في وزارة المالية لمتابعة عمليات الموازنة ولم ينفذ يعني الأجهزة نصبت ولكن لم يتم استخدامها ولم يتم استعمالها هذا كل عوامل أنه أقو هناك يعني مقاومة كبيرة جدا من الحرس القديم لهذا الموضوع ولذلك هي ليست مهمة سهلة شوف مصرف الرافدين النظام المصرف الشامل نعم من 2009 من 2008 من 2007 خلي أقول لك بكل صراحة أنه يجب أن يستعمل نظام المصرف الشامل لحد الآن لم يستعمل طيب هذا مقصود من دوائر الدولة من الجهات المختصة مقصود مقصود بالتأكيد مقصود بالتأكيد مقصود لأنه هناك مقاومة عنيفة لضبط النفقات هناك مقاومة عنيفة لضبط النفقات أنا بين أجي ولذلك شوف المسألة الأساسية أنه لحد الآن حسابات ختامية لم تصدر والحسابات الختامية غير مدققة تبين أن هناك فوائف كثيرة جدا في الحسابات التقديرية للموازنات أغلب الموازنات تسعين بالمئة من الموازنات تنظم بعجز وبعد ذلك يكون فائف هذه المسألة السبب السبب لأنه لا يوجد نظام الإلكتروني على ضو ويتم احتساب كل الأمور ولا يوجد حسابات ختامية حتى ممكن احتساب الأمور شوف في 2019 النفقات المخصصات للرواتب كانت حدود 42 44 تريليون دينار الفعلية دفعت فقط 36 تريليون شوف الفروقات اللي موجودة فإعنا عندما نتكلم عن عجز ونتكلم عن تصخيم الأرقام النفقات هذا سببه هو عدم وجود حسابات ختابية طيب قبل قليل دكتور ذكرت وجود ضرورة لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب لتجاوز هذه الملف وحلها أو على الأقل خطوات أولى للحل اليوم الحكومة منحت مهلة يمكن مهلة تقييمية مهلة للوزراء ستة شهر منحها والمدراء العامين ثلاثة شهر لتقييم عملهم هذه إجراءات تعتبر جدية من الحكومة تنظر أو تبشر بخير لعلى أقل حل بعض الملفات خلي أقول لك فاتشي يعني مهم جدا يعني أعتقد هذه أول حكومة أول حكومة تبدأ باتخاذ إجراءات جدية وإن شاء الله تنجح في هذا ولا لا يتم مقاومتها في موضوع محاسبة المقصرين وهذه مسألة أرجع يعني أتمنى أن كل القوى مثل ما قال أنه كل القوى الوطنية كل القوى السياسية تؤيد هذه الإجراءات بالرغم بالرغم من أنها قد تؤثر عليهم نفسه ولذلك المسألة الجدية في الموضوع هو الوصول إلى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب والتخفيف والقضاء على الهذر بالمال العام ونهب بالمال العام مجالات النهب كبيرة جدا ترى أنت لا تتصور أنه فقط بالنفقات الاستثمارية موجود نهب شوف النفقات التشغيلية النفقات التشغيلية المخصصات في إحدى السنوات أعتقد في 2019 كانت الإجمالي الرواتب الموجودة بحدود 42 تريليون دينار نعم من عدها 14 تريليون فقط هي راتب أساسي والبقية كلها مخصصات أعتقد بالعشرين طيب بالعشرين كل هذه أسباب أدت إلى فقدان الثقة ما بين المواطن ومؤسسات الدولة والسؤال الأخير لكم سيد سلام قضية فقدان الثقة من قبل المواطن بالحكومة بالنظام السياسي بممثلي في البرلمان وصلت إلى مراحل خطيرة بالآونة الأخيرة لكن جهد الحكومة الحالي يمكن أن يرمم هذه العلاقة ما بين المواطن ومؤسسات الدولة بالتأكيد هناك عدة عوامل مهمة وهي طبعا نستطيع نسميها من حظ السوداني إن شاء الله أنه حتى هذه العام وهذه السنة كانت هناك أمطار خير إن شاء الله لذلك هناك عوامل خارجية وهناك عوامل داخلية وإقليمية سوف تساهم في إعادة الثقة إلى الشارع العراقي المواطن العراقي وهذا طبعا اليوم نحن نتحدث عن بناء الدولة وبناء الدولة يحتاج إلى صبر استراتيجي اليوم السيد السوداني له خطوات محسوبة خطوات لا يوجد الاستجال في القرار وبالتالي اللي يريد يبني أساس يبني أساس دولة يجب أن يكون له تأني وصبر في اتخاذ القرارات وبالتالي يعني مسألة عادة الثقة تحتاج إلى صبر ستراتيجي تحتاج إلى خطوات جدية وأهم هذه خطواتية اليوم هو مكافحة الفساد ومثل ما رأينا كيف استطاع أن يقوم السيد السوداني بهذه الخطوة المهمة وهي الظهور للعلن وبجانبه إلى أموال التي هي أموال العراقيين لكي يكسب ذرقة المهمة وتم استعادة تدفع الدانية يمكن سيد السلام من هذه الأموال البالغة يمكن 134 مليار 455 مليون و600 ألف دينار وبعض الأموال تم إداحة المصرف لكن هذا هل يضع مكافحة الفساد في مقدمات الأولويات أكو استبشار بنجاح الحكومة بهذه الحرب الكثير اليوم الكثير من المتابعين الكثير من القادة الكتل الكثير من القادة السياسيين والدينيين استبشروا خيرا ودعموا اليوم أكثر دعم حصل عليه السيد السوداني طبعا حتى كانوا المحترضين على السياسات السابقة اليوم لا خضعوا ويريدون العراق مستقر يريدون العراق مزدهر وآخر ما لاحظناها هي زيارة السيد السوداني إلى المملكة العربية السعودية وكيف حظى بدعم كبير وكل الدول اليوم الدول الأوروبية الدول الآسيوية وحتى الخليجية تريد استثمار أموالها في العراق وهذه بادرة خير وخطوات إيجابية السوداني أوصل رسالة إيجابية اليوم نحن لا نميل إلى محور أو طرف اليوم نحن كعراقيون كحكومة منفتحين على الكل نريد أن ننهض بالشعب العراقي ننهض بالواقع الاقتصادي والخدمي والاجتماعي لذلك كل الأمل بالسيد السوداني وحكومته وهذا طبعا إن شاء الله سيأتي أكله عن قريب والكل يتأمل خير لأن الخطوات التي يقوم بها السيد السوداني هي خطوات إيجابية وهناك بحقيقة حسب رأي شارع عراقي هناك رضا وخصوصا في ما تفضل به ضيفك الكريم هناك خطوات لإيجاد الشخص المناسب في المكان المناسب كي نمضي في بناء دولة حقيقية ومؤسساتها الرصينة وإن شاء الله ينتفق على ذلك والشكر جزيلا لكم وضو تحالف الفتح السيد السلام الجزائري كنت ضيفا كريما شكرا لك وشكر لكم الخبير الاقتصادية دكتور ماجد الصوري كنت ضيفا كريما شكرا لكم وشكر موصول لكم مشاهدين الكرام إلى هنا وصلنا وياكم وضيفنا الكرام إلى ختم حصادنا لهذه الليلة وإلى لقاء في حصادنا آخر